محلين الحلو هذا سيكون معنا من هاني أنتكو هذا الكروسبي داخل ككاو وحركات مفروض كحك العيد يعني أتوقع ولو يا يبن بعد حق المشاهدين اليوم عائلة مثل ما يقولون عائلة علامية متكاملة ما شاء الله أحلى عيدية ممكن الواحد يطلقيها على مشاهدين في غبقى رمضانية عائلة علامية وعلامية فديرة موجودة وعلامية نشطة في تواصل الاجتماعي ومعهم بعد محامية راح تكون اليوم موجودة عائلة كاملة ما شاء الله عائلة مستقلة في ذاتها ما يحتاجون عندهم دكتور عندهم محامي عندهم ما شاء الله ماركتينج وكل شيء راح نوح معاهم اليوم أكيد وقلهم حياتكم الله عيدكم مبارك شكرا أبو الله منكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك ونحب نهني الكويت وقائدنا وتاج راسنا أبونا شيخ صباح الله يحفظه وليأهده ولكويت كلها وحكومتنا الرشيدة وبهالمناسبة شكر خاص حق معالي وزير الداخلية الصراحة يعني أثلشت صدورنا وفعلا حين تأكدنا أننا إحنا بين أياد أمينة الله يعطيكم العافية وما قصرته وبنفس الوقت نعزي إخواننا وشقائنا ووهلنا بالمملكة العربية السعودية على ما أصابهم وبالعشر الأواخر وبمكان شريف وما نقول إلا إنا لله وإنا إليه الراجعون ومثل الشهداء إن شاء الله الجنة ربي يديم الأمن والأمان على كويتنا وخليجنا وبيتنا العود وخليجنا الواحد أكيد حياة شاء الله ما شاء الله إعلامية متمكنة خطبتي للأضواء منها الآن العلمة للعاسم ما نقاية عندها أكيد حياكم الله أستاذ نوال الدرويش وبيبي العبد المحسن ومريم العبد المحسن ونحن نأخذ فاصل ونرجعوا إياكم مشاهدين نتابعونا حياكم الله مشاهدين وعساكم من عوادة مثل ما شفتوا معنا بالفاصل ضيوبنا اليوم الإعلامية القديرة نوال الدرويش وإيضا بيبي العبد المحسن ومريم العبد المحسن لكن أول ما شفتوا الفاصل سوف يوجد رأيكشن منكم على الصورة اللي حقينها مريم هذه الصورة كانت بالرياض فكنتنا لابسين اللفة والعباية فما توقعت إذا بدقون هذه الصورة بس تلوق على رمضان حلوة رمضانية غلطت تجبيبي لش تحطينها بالإستجرام أنا مطرشت لهم لي صورتين بيبي صورتين ومريم صورتين غير بس يلا ما يخلف مقبولة كل شيء يكون حلو ودنا نتكلم عن ما شاء الله تبارك الرحمن عندك رحلة قريبة إلى روسيا خلينا نتكلم عن رحلة روسيا أنا قلت بتقولين دولة ثانية بس تشدرات عن موسيا موسيا روسيا أمزين خرعتين الصراحة يعني موزارة الإعلام داخل داخلي لا أنا ليحي ما صرحت عن رحلة بس مدع منكم دريته إيه بدعوة كريمة من السفارة اللبنانية بالاتحاد الفيدرالي الروسي سعادة السفير اللبناني شوقي أبو نصار وبالتعاون مع الجمعية الخيرية لكبار المسلمين هو ملتقى ثقافي إعلامي عالمي تبادل الثقافات وتبادل الديانات والخبرات فيما بيننا رح يكون أسبوع تقريبا حافل في المؤتمرات والملتقيات وفي الندوات بالإضافة إلى أننا رح نروح الأوبرا ورح عندنا في رحلات في رحلات والساحل حمراء وبالإضافة إلى أن سعادة السفير اللبناني رح يسوي لنا يعني عنده عشاء بالبيت وفي ليلة رح تكون تراثية لكل الدول أن يلبسون لبسهم التراثي ورح يكون شو عرض زياء للمصممة العالمية الإماراتية مناء المنصوري يعني أسبوع حافل الهدف منه أن نتبادل الثقافات نتبادل الحضارات والخبرات ورح يكون كم هائل من الإعلاميين العرب والفنانين العرب مغربي أن يختارون تشكولون تعلامية أكيد محروفة من ضمن كوكب من الإعلاميين نبي اليوم ليلة العيد ونبي تسالف شوية العيد أو شيء مريم موبيل بالوالدة يتعطيكم حيادي أو لا؟ أنا إيه؟ هل تأخذ عيدية؟ لحين تأخذين عيدية؟ لحين لحين خلق توظفت أي؟ لا لحين فترة نقاهة هي توهم تخرجة من كلية القانون العالمية بس لحين ما شتغلت نطردوها هل تأخذ راح شوية ترتاح عشان تكون بلحفة حقاً بيبي إن شاء الله تأخذ عيادة ولا؟ لحين نستلم عيادة مفروض لدي وظيفة لحين تأخذ مفروض لحين باتشغل إن شاء الله سيدنا الأول ما راح تقصروا إياد لا لا يدهم العيادة من اختصاص يدهم خلاص نعم يمكننا بنتكلم بالبداية مع عاش بيبي اليوم يقولون إن الإنستجرام شوية راحت علي هل سناب شات أخذ الجو أكثر تشرايش كونت نشطة في تواصل اجتماعي؟ بالأكس أنا أشوف أن بالبداية يعني حسيت أن ممكن هالكلام صح بعدين شفت أن لا بالأكس ما أدري لحين الردود الأفعال مع المتابعين يعني نفسها أنا أشوف يعني كل واحد وشخصيتها في ناس شخصيتها مثلاً تبت تسمع رايها سياسية رياضية مثلاً في ناس شكلها حلو تبتشوف شكلها بس شخصيتها على سناب مو ذاك الزو وفي ناس لأنجحوا بالسناب يعني فكل واحد والبرنامج اللي يلوق له مو هذا راحت عليه لا يعني نحن نحصها راحت علينا بالسناب شات دائما نحطها كل ونحمس المخالف يمكن مولين سؤاله فائد ما شاء الله بنورين بالانستجرام متابعينكم لا بس بس دائماً يقولون أن اللي ينجح مثلاً بالسناب ما يحب الانستجرام يعني مثلاً يكون خلاص يلقى نفسها بالسناب وبعدين نحن شفنات بيبي بحلقات مع القصار يعني كنتي خجولة جداً ما عندك مثلاً مثل شطانة السناب كنتي شوية مستحية يعني لأدو ليلي يلا بيبي صوري السناب الحين ما راح أقدر لا استحي تستحين هو شي يطلع يعني خاصة أنا أكثر شي أصور ببيتنا يعني مكان يعني بروحي كل ملعب جداً من الناس يستحين يعني مرة قالوا لي مثل أنك قاعد تساوي السناب ما قدرتك؟ نص ساعة قاعد أحاول مثل ما أقدر فهو يطلع شي بروحي ولازم أن يكون مرتاحة هي عموماً شخصيتها وايد هادئة وايد كتومة مستمعة أكثر من ما أنها متحدثة يعني سماعي أنا سدمت بنفسي أنا بسأل أنت لما تتابعين سناباتها ما تستغربين ساعات أنت عارفة شخصيتها يعني ما شاء الله بالسناب جريء أو أنا تفاجأت تفاجأت أول شي زين بس بالأكس أنا أبيها تكون شذي أبيها تكون حرشة أبيها شوية يعني مو بس بداخل البيت أبيها إنتم مع الناس بالبداية حتى الربعي الناس اللي أروحهم قالوا هذي مو شخصية يعني بس أنا لقيت نفسي فيه يعني يعني أوكي أنا خجولة وأستحيل بالسج وها بس بالسناب ما بري لقيت نفسي فيه بدا بيت وتية يعني كلها كلها قاعدة في البيت هذه أول طال علي من أسبوع يمكن ما شاء الله صحي ما أطلع بالنسبة للمريم مريم شوية شخصيتها تختلف يعني مريم شوية أجرأ شوية من قانونها محامية يعني دروسة كليات القانون العالمية ايه تكلمينها شوية مريم انت خاصي بالقانون هل رح تكونين محامية عن العائلة مسكين القضايا الخاصة أكيد يعني ما رخلي مروحون حق محامين ثانين أنا رح نسك شاء الله ما يحتاجون المحام شاء الله ما يحتاجون انت خاصص اللي تبي غريب مريم قانون جنائي تبي جرائم تبي جرائم الله يكافين اي شخص شدي أنا أحب هذا الشي من أيام الجامعة خصوصا المواد اللي فيها قانون جنائي كنت كلها فيهم ايه بس مو يعني بالثانين مو زن زن بس هذي أكثر شي اللي كنت أحب أقرأ أسأل ديش عند الدكاترة دايما يقولون اللي يدرس فقوق دايما يعني دريس هيا يحفظ ويدرس وما يطلع يعني تدرسون كتب وكتب صح تدرسون كتب كبيرة تكاب ألف صفحة عادي ضيم والله اوالله ولازم تتابعي يعني لأنا ساعات صورني فأنا بعد بشوف عن نفسي أخي عبد الله على سالفة الكومنتات يعني إذا تبدق على كل كلمة راح تعيز وماكو فايدة فالواحد شي سوي ريح أحلى ما في الوجود إنك أنت تشتري راح تبالك سهل طق بلوك بلوك ولا ترد على أحد هم يظونك ترد بعدين هالناس هذي يعني أنا إحنا لا نعرفكم ولا تعرفونه وفي دائما أسامي وهمية يعني معاجبينكم شي من الشيين زين يا أنتوا يعني ما تدخلون علينا إحنا معاجبينكم يعني وتبر زين أو أن إذا فضول شوفوا وإنتوا ساكتين بس أنا ما عندي وايد يعني بصفحة كونتين ما أشوفوايد سلبين ما تشوفين وايد سلبين هي كونتوايد إيجابيين إيجابيين وايد أتوقع كلهم يتبونك يقولون تبون كومنتات يعني تفتح النفس شوفوا صور بيصد أهو شوفي بداياتنا زين كانت في وائد كومنتات لشأن الناس ما عرفتنا تغير الناس تتقفت تغير أنا أتوقع أنا أتوقع أن تتوقع أن تتوقع أن مشكلة مرة سلفعت قضية ولا ما أحب ترقي في البجاية كنت أتحسس من الكومنتات وشذي يعني وكنت أزعل وإي أشترك وي شي بس الحين لا لا خلاص في الحت الهدوء اللي في شخصية بي بي نرفز الناس اللي يعني تشوفها على طبيعتها تشوفوا أنه ممكن تغار منها فيعني هذا مصدر قوة أنا أشوفها بالنسبة لها أكيد كل شي يعني لما أشوفكم من شي بالعكس هو الناس أرضاء الناس غاية لا تدرك يعني محد عاجب الثاني يعني لا الدكتور عاجبهم لا المحامية عاجبتهم بي 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 صارت من الشخصيات المؤثرة ومؤثرة على جيل يديد مثلا جيل صغار وجيل كبار فهالشي يخلي بي بي تخاف يعني ما تطلعي شي تحاسب نفسها أنت تحاسبين نفسها أكثر من مرة كنت أقول خلاص توقف أو لا باخذ إجازة لأن ما أقدر يعني أوكي أنا على طبيعتي بس مو مستوعبة أن في أعمار وايد يعني ساعات الواحد مثلا وديت غشمر وديت ما تدرين في ناس يعني من بيئات وثقافات مختلفة ما تدرين قدتت غشمرين غشمرة الناس تفهمها وتأخذها وتطولها بس أتوقع حتى الكمنتات السلبية الناس قامت مو نفس قبل يعني مثلا اللي تتقبلني يمكن ما تتقبل بيبي زين اللي تحبني والمحبة درجات والكراهية درجات والقبول درجة غير وغير فالواحد يراعي هالشغلات بس بالأخير الشيء كل واحد حر بس في شيء اسمه اختيار المصطلحات يعني ساعات في مصطلحات تستغرب تقول هذا الشخص إذا في مكان عام وعلى شيء عام تطلع منه الكلمة شون في بيتهم يعني أكيد متعلم عليها فالتتفاجئين فالواحد يترفع ويحترم نفسه أكيد واحد لازم يحترم حتى أيضا الكومنتات نزيل بنسبة حق مريم دخلت فترة في عالم السوشيال ميديا وطلعت بسر عليه نفس الحزز هنا اللي طافت فتحت أكاونتي حق أسبوعين شاء صكرا ليش ما نقدر يعني أول ما قلت لها بيبي هل يجب أن تحملين لأن رح تيج تعليقات من كل صف الناس تتعلق على كل شيء يعني حصة توقع أنت تدري كل شيء بطلع كنت تشايف الوضع أي شيء يطلع منك لو غلطة صح تطلع فيديو هذا يطلع الشفقات لمريم متحملين هنا شيء في إيجابية أنت تكونين حريصة على كل كلمة على كل حركة وخلاص تتصير في طبعك في شخصيتك يعني ما تحتاجين أنت مثلا تدربين على هالشيء أو التعلمين تتصير والله أنا بالنسبة لي تدربت يا ربا أنا عبوية أدع لزوم أخوص عندك مناعة مدافدة نفسك عليكم الواحد مع الأيام ومع يعني مثما تقولون كثير ما تقرين وتشوفين تصير عندك مناعة ما قام يهزت شيء أنا بزلغ وير يقولون أن نوال ما يلاحق بيبي أكثر لا والله شوفوا أنت أم وأنا أم الضنى عزيز وغالي كلهم نفس المعزة ونفس المحبة بس ساعات تصير مواقف وتصير شغلات طبعا البنت دائما أقرب لأمها بس يقولون البتشر أقرب يعني البتشر قريبة تصير منهم بيبي بيبي يمكن اللي خلاها تشذي أنه إيهيات عقب صبيان يعني اختيابة كلها صبيان زين وكانت كلها بأمريكا حيابة عيالها فبيبي يات عقب الصبيان وبالكويت وسميناها على اسم يدتي أم أبوي فيعني بالنسبة لأبوي بالنسبة لنا كانت الحدايا والدلع من العائلة كلها مو بس من الوالدة ترى كانت فترة عندي يدها بالفترة الأخيرة اللي يات عندنا كان يميني عندي يعني وهم الأسامي مريم على بيبي هم أسامي عشيجة بيبي يدتي أم أبوي مريم أموي أنا أذكر من فترة قاعد تقنع الناس أن اسمي بيبي حطت حترة كل يوم اللي قام والفنان الكبير وحطيت المقطع اللي يتكلم فيها بالخليج ماو بس بالخليج كل مكان والله صحيح يعني كانوا حسبانهم من أسم الدلع بيبي لشن عمي بعدنان أم الله يرحمها بيبي الزنقوي صحيح هو اسم تركي فارسي أتوقع الملكة بس دائما يقولون العنقود سكر معؤود يعني ما شاء الله هي آخر العنقود فدايما ختمهم إنسان إنسان حركات اسم الله عليها أدو يعني ذنو شوفي ما هي قعدت يدها ملامحة بعد ما شاء الله تشافت شكرا قفر قل لها شوفي بيبي اللي استوانت عيد نفسها يعني أنا مراحل عمري بنات هالوقت الصبغ بس أنا لما استرجع يعني لستوانة بيبي تقريب بس دائما يقولون نصبا ياخذ قلب أمه أكثر يعني أوكي حتى لو في صناح طيب حمود أنا عندي حمود وعلي وبينهم سنة وشهرين حمود أصغر من بيبي يمكن سنة وسبعة أشهر وعلي أصغر بسنة يعني ماكو شي كلهم قبل الغزو مريو ميات 92 لا اسم الله علي حمود من النوع اللي كان مريح يعني عرفت ما تعبت وياه بالدراسة يعني ما أدري كل واحد لا شخصيت للأمانة لا يزعن علي ولدي كل واحد لا شخصيت الله يخليهم والحي تزوجنا يعني تزوج وخذ يعني هم دكتورة وياه وهو دكتور أسنان وهي دكتورة أسنان يعني قريب إن شاء الله أبي أبارج حكت نيتي هي حالياً في دبلن قاعدت تبتكمل تصير استشارية تقويم أقول لها عيدة مبارك والله يوفجج والهانين عليك نشوف أنا ودي أعرف أيام الدراسة لما كانت بيبي بتدرس بره شون كان الوضع صغيرة بعد واحد يعني 17 سنة 17 سنة 17 سنة يوم اللي وديتها صار مناح ايه مناح أنا كنت بساسة والله العظيم حزيز حكان مناح مناح لدرجة لنا وإحنا رادي من أمريكا المضيف هي حق مريم يعني قال لها اللوياتش فيها توقع أن الله لا يقول يعني أكو شيء وشيء لن تقول لا لا هالأختي هناك تدلق وانا راحت أمريكا شهر 8 2001 2001 شهر 9 صارها هذي سبتمبر 11 حديتها حصة حديتها بأمريكا يعني رتبت كل أمورها وشيء رجعت لكويت أربعة أيام خمسة أيام صارت الأحداث فيعني كانت مأساة الصراحة الحمد لله تخصصت يعني في شغلها تربيلة وتسوير ما وديتش تردين أمريكا يعني يقولون اللي عيش بأمريكا لا ما عيش كمل دكتورة يمكن لا لا أروح لها بعطلة يعني يعني مكان أنا أدرس فيه قعد فيه خمسة سنين حس يفيل لك هوم يعني شنها ديرتي الثايم ما شلون لما أروح هناك ما حسني مسافر أحسني أنا كلهم ترى يعني حمود لما راح أمريكا هي كانت بكل أراد حمود برجينيا وعلي راح فترة درس بأمريكا نزين وبعدين صارت مع بعض صحية يعني يعني كانوا مع بعض بالفترة كل واحد ولاية كل واحد كان ولاية اللي بأوريغان برجينيا كولارادو بس كانوا يتيمعون نزين كلهم يرى حونا في زوارتكم عالي هنا يعني حتى بأمريكا مع أخواني يعني أحب البيت أنا أحب الهارو وبعدين اللي كان مريحني بكل أرادو أن أختي كانت تدرس دكتورة وكل عيالها من مواليد كولارادو وكانوا يدرسون هناك بالجامعة وكنت أنا مشتاحة كان الوضع زواري أنا أسأل بيبي وقفت فترة عن السناب تعدت شوية يمكن أسبوع أو عشر أيام حتى وقفت إعلانات صحيح شوفي الشغلة هذه ترى شوي التعب النفسية صد من أين ناحية يعني التعب النفسية يعني ساعات ترس يعني شوي ترس مع الناص ترس 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 يعني الشيء ساعاتي تعب وأنا شريعاني مع الإعلانات ما أحب أمثل في صورت شنا شيء مغصوب عليه لا بس ساعات الإعلان إذا أنت مجربة البرودكت وانت مجربتها وعارفة من أن لما توصلين للمعلومة حق الناس أكيد ما ما فيها أي نوع من التزييف وبعدين هذه الاحترافية أنت أنت خلاص تستغلين اسمتش وتسوقين صح بس صح ساعات أشياء بالشغل المنتجي اللي وانا أكون موقع العقد وكل شيء وما دحينه وأنا شخصيا ما يعجبني فأحين اضطر أسوي الدعاية يعني مثل راوخ لا بالعجل تواهقين الحين لا لا أحب أصول الراوخ لا أحب يمكن يشتغلتك أول بنية كويتية تسوي دعاية بالتلفزيون صح ما كان فيه تحت المجال لهم ما شاء الله كل ما حب قناة يجب واحد وما استانس يعني يعني الحلو الرمضان هذا أنه لما تحب على تلفزيون الكويت وحتى فيه الـ MBC والشذي والله وناسا يعني صناعة محلية عربت يعني شغل كويتي يعني ما شاء الله كلهم شباب شباب كويت عالمية قاعدة تستخدم الوجه المثل الكويت ويزيد وبارك ومنها للأعلى من التابع من انتو يا أستاذ نوال تابع من وغير بيبي أنا صراحة الربع بيبي اللي بنفس المجال كلهم حسبت بناتي وأحبهم وكل واحدة فيهم أشوف فيها ستايل يعني هذا فيها ستايل شذي وهذا غير صح منه أسابي أسابي أسأل ممكن مريم تقول حق بيبي مثلا مسحي سناب أو سناب مو حلو أو مون صالح صارح الموضوع قبل أن نطلع أخوانها أخوانها بالذات عندي علي ما يشتهي شيء اسمه السوشيال ميديا دقيقين وياك الشباب أي مساعد يخربون علي وانا صور يحدف شيء أو لا يقول شيء علشان أمسح لا يخلوني بالذات علي بالذات علي وانتي مريم ساعد يعني تنتقدينها على سناب نزلت أو شيء ساعات إذا حطت شيء يحس أنه مو مالا داعي يعني إذا حس أنه في شيء غلط لأن الحين وائد قاعدين قاعدة كانت في انستغرام أخاف عليها لا أنا أنا أصور وحط ما رد أريد أشوف طبيعا أنا ما شاء الله بيبي بس فيكين الناس لا تعرف أن أنت تختارين الجانب اللي الناس ودها تشوف صحيح يعني يعني ساعات واحد يعني ممكن يوم واحد من السانس في أيام مغوقة صحيح فما حب أكون سلبية مثلا ما أصور ساعات ما أكوش هيقول يعني ما عندي شو في هذا الطبع اللي يخذوا مني أنه دائما نطلع الجانب الإيجابي يعني بالأخير إحنا بشر نزين وكل واحد يعني ساعات يمر في ظروف في نفسية بس بسرعة بسرعة أكسر الشيء هذا أني أنا يعني مثلا مضايقة أو يعني بس لي عصبت عصبت بس خمس دقائق يعطي يدرون فيه سيليهما في عيد عصبت عصبية أمس تنادرنا عصبتي وعصبت وقامت ومشه 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 عادي لا لا حتى أنا ما قلنا ايه اوكي خلنا ننطر شوي وحطي التايمر عشر دقائق شارجة والعادي الحمد عندنا لها موضوع إن شاء الله راح تكون هادي لها ذكريات جهنية في هالمكان سيدة نوال في مرج الحمرة في سنة الحمرة قبل الفردوس المكان هذا ترى يمع وائد مثل ما يقولون رأسين بالحلال يعني هذا يتروالي لذكريات عند وائد ناس وائد تزوجه ونزين وحبه وبعض وشافه بعض وصبه سينما الحمرة والفردوس ونزين ونزين آخر كشخة ورايحين سينما الفردوس من ونيايين سينما الحمرة شارع الحب عندك فهذا المكان أنا أعتقد يمكن وايد من جيلي ومن اللي قبل إنزين أو لهم ذكريات أفلام تذكرين شي من الأفلام أنا أذكر ما أذكر بلا أذكر إذا ما نقل طانا الحمرة فريد الأطرش نغم حياتي مع أمير بتعمين لكم مريم ما شاء الله متابعة فلام هندية وايد فردوس فيلم بوبي مع الشاشي كابور وريشي كابور هذا فيلم حلو يعني صراحة مريم عندهم يتابع فلام هندية وايد فلام هندية فلام تخرع فلام مصرية من يعني كل الموجات خاصة خلال فترة نزين اليوم ليلة العيد شنو تحبون توسطون حق النار شنو تقولون شنو تغسطون شنو تجهيزاتكم حق العيد والله تتجهيزاتنا لو بيبي احنا شايفين ان احنا يعني ما عندنا هذه التجهيزات اللوائية واللوائية والزحمة خاصة يعني تراوالي راحت ايام اللي طول السنة مسافرين طول السنة نشر اشري اشري ايضا يعني صالونات وغير يعني ما عادت ذيك لمثل اول يعني زهوت العيد يعني يمكن حق اللزقار نزق صغيرة احنا احنا كلنا يعني فما عن يعني اوان صغيرة كنت انطر العيد وظرف وحصوت اي شكرا ونحط عالكبة نبين لبسهم اي اي هذا لبس العيد احنا كبرنا وما عندنا اهال فما هذا احس العيد حق الاطفال يعني شو العيد عندكم حفلة صح ان شاء الله ناويت روحو ان شاء الله اي احص وياكم فاهيتني عليها ، ما خفثني وياكم إن شاء الله راح تكون اليوم وان شاء الله رحلة موسكو بدرعم عليهم باكستيج كيفي بدش لازم سووك لشي لقاء الحصي مع يا بيبي العدي المحسن راح تشوفونا مع الفنان غاشد الماجد ايه بروحي أنا من الحيث حقوقتان خليسمعونا عيدكم مبارك وكل عام انتم بخير ونورتونا عبر شاشة التلفزيون الكويت والنجاح لي نجاح يا بيبي والنجاح لي نجاح نوال وان شاء الله الله يوافقها وتفرحين فيها وتشوفينها بأعلى المراكز يا ربي وفرحكم ويبلغت بعيالك ان شاء الله يا حصة وبارك عليكم الشهر وكل عام والكل بخير وأمتنا الإسلامية وأمة لا إله إلا الله ويجمعنا دائما على الخير ورب يحفظ كل مسلمين العالم يا رب شكرا لكم وننتقل مع المشاهدين إلى الديوانيات مع زمينا نجيم القحطاني